طيب احنا عايزين بس ايه سريعا كده كابتن احنا كده عايزين بنذكر للفقرة وبنجهز حنقول ايه لقينا الناس بتتكلم عن اكتر من حاجة بنتكلم عن البطولات الاخيرة اللي اشتراكنا فيها وبنتكلم عن اشكال مختلفة من اللعبة انا عايزة اعرف اللعبة بتبقى باسم واحد بشكل واحد ولا بتنقسم لاكتر من سلاح ومبارزة السيف مختلفة عن باقي انواع السلاح يعني احكينا اكتر كده عشان احنا مش بتبعين اول هو السلاح تحديدا او المبارزة بشكل عاب بتنقسم الى 3 انواع من الالعاب سلاح السيف وهو دي اللعبة اللي بيلعبها البطل زياد وفيه سلاح سيف المبارزة وفيه سلاح الشيشة الفرق ما بين التلات الالعاب باختصار كده هو شكل السيف اللي اللعب بيلعب بيه وبالتالي مكان الاصابة او مكان الطارجة اللي هو بيجيبه في اللعيب المنافس فلو جينا مثلا في سلاح السيف شكل السيف شوية بيبقى قريب شوية للسيف العربي اللي هو السيف بتاع الحروب بتاع زمان والحاجات دي كلها طب مكان الاصابة فين كل حاجة فوق الوسط يعني السدر منطقة السدر والضهر والدرعات والماسك او الدماغية كويس؟ ده بالنسبة للسلاح الشيش بيبقى شكل السيف شوية يعني وزنه بيبقى خف شوية واللمسة لازم تيجي بالجزء بتاع الجزء المدبب بس في السيف وده طبعا برضو ما بيقصرش على اللعيبة في اي حاجة ما بيعورش اي حاجة وهو المكان الاصابة بيبقى السدر والضهر بس فيه بعد كده بقى سلاح السيف المبارزة هو تقريبا وزنه بيبقى اعلى شوية بيحاولي 750 جرام او 700 جرام وبرضو بيشتغل برضو بنفس التكنيك بالبوينتا وعلى كل الجسم ده باختصار الفرع ما بين التلاتة انواع